السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدرس الثاني للصف الأول اللي اعتاد الجغرافيا بعنوان مجموعتنا الشمسية والمجموعة الشمسية بتاعتنا بتتكون من الشمس ومن كواكب المجموعة الشمسية ونبدأ نتكلم عن الشمس ونعرفها أن هي كرة ملتابة تشعر ضبطة وحرارة وتدور حولها الكواكب بفعل الجاذبية وعلى الرغم من أن الشمس نجم متوسط الحجم بس حجمها بيساوي مليون مرة حجم كوكب الأرض وتعتبر هي أقرب النجوم لكوكب الأرض وهي مصدر الحياة على كوكب الأرض طب بما تفسر لأنها تمد كوكب الأرض بالضوء وبالحرارة وتاني حاجة هنتكلم عليها وهي كواكب المجموعة الشمسية وهنعرف أنها بتدور حولين الشمس من الغرب إلى الشرق عكس على قارب السعة في مدارات بيضوية الشكل وهنا يجي لك سؤال يقول لك بما تفسر لا تتصادم الكواكب مع بعضها هنقول لأن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة في فلك محدد لا يميل أو ينحرف عنها كواكب المجموعة الشمسية كان عددهم 9 لكن سنة 2006 في مؤتمر علمي في العاصمة التشيكية براغ خرج كوكب بلوتو من كواكب المجموعة الشمسية وكده بقى عددهم 8 كواكب بس نسم كواكب المجموعة الشمسية لمجموعتين كواكب الداخلية والكواكب الخارجية وبيفصل بينهم حزام الكواكبات وده بيكون ما بين كوكب المريخ والمشترة ونبدأ بكواكب المجموعة الداخلية وده بيتكون من عطارد والزهرة والأرض والمريخ تتكون الكواكب الأقرب للشمس ومن ضمن خصائصها أنها ساعة الدوران حوالين الشمس وأحجمها بيكون صغيرة وكواكب صلبة بيتكون من مواد صخرية مشابه للأرض عشان كده بيطلق عليها الكواكب الأرضية وتاني حاجة وهي الكواكب الخارجي وده بيتكون من المشترة وزحل وورانوس ونبتون ويعتبر هما الكواكب الأبعد عن الشمس عشان كده بيطلقوا كمية ضئيلة من الطاقة الشمسية ومن ضمن خصائصهم أنها بيكون بطاقة الدوران حوالين الشمس وأحجمها بيكون كبيرة وبيتكون معظمها من مواد غازية وبكده بيحنا خلصنا كواكب المجموعة الشمسية إجمالا ونبدأ نتكلم عنهم تفصيلا وده بكواكب المجموعة الداخلية وأول كوكب معنا وهو عطارد وده بيكون مدة الدوران حوالين الشمس بتعادل 88 يوم من أيام الأرض إزاي يعني مش فاهم يعني أقول لك أنت دلوقتي أنت عايف على كوكب الأرض عد عليك 88 يوم في كوكب عطارد بيكون عد عليهم سنة لأن السنة هناك بتساوي 88 يوم وأهم ما يميزه أنه أقرب الكواكب للشمس وأصغر كواكب المجموعة الشمسية حجما ودرجة حرطه بيكون مرتفعة جدا ثاني كوكب معنا من كواكب المجموعة الداخلية وهو كوكب الزهرة وده بيكون مدة دوران حوالين الشمس 225 يوم من أيام الأرض وهم ما يميزه أنه ليه غلاف غازي متماسك يسعب اختراقه عشان كده من الصعب تحديد مدة دورانه حوالين نفسه والكوكب ده لولماء بيسموك توقع من الأرض طب ليه؟ علشان بيتقرب مع الأرض في الكتر والحجم هو الكتر سؤال مهم وبيجي كتير في الامتحانات ثالث كوكب معنا وهو الأرض وده أعتبر هو أجمل الكواكب اللي ممكن تشوفها في الفضاء بسبب شكل مميه وبياخد وقت حوالي 365 يوم وربع وبالما يلف حوالين الشمس يعني السنة على سطحه وسيوى 365 يوم وربع وأهم وما يميزه أنه ليه قمر واحد وده أعتبر هو التابع الوحيد ليه ويسمى بالكوكب المائي لأن الماء بتشغل حوالي 77 من عشر بمساحته وآخر كوكب معنا من كوكب المجموعة الداخلية وهو كوكب المريخ وده مدة دورانه حوالين الشمس بتعادل 687 يوم من أيام الأرض وده أعتبر أصغر حجما من كوكب الأرض ويسمى بالكوكب الأحمر طب لي ما تفسر لأنه تربته بأغنية بأكاسد الحديد حمراء اللون وده أعتبر أهم حاجب يتميزه وبكده بحنا خلصنا كوكب المجموعة الداخلية تفصيلا وأهم حاجة تركز عليها عندك تلك كوكب كل كوكب لإسم مختلف عندك الزهرة بيسمى بتوقم الأرض وكوكب الأرض بيسمى بالكوكب المائي وكوكب المريخ بيسمى بالكوكب الأحمر ويعرفنا ليه ثاني مجموعة معنا وهي كوكب المجموعة الخارجية ونتكلم عن أول كوكب فيهم ويعتبر هو أكبر كوكب المجموعة الشمسية حجما هو كوكب المشترة وده مدة دورانه حوالين الشمس بتعادل 12 سنة أرضية وكوكب المشترة يعتبر هو أول كوكب المجموعة الخارجية إنما أول كوكب المجموعة الداخلية كان إيه كان كوكب عطارد وبرضه أول كوكب المجموعة الشمسية كلها برضه كوكب عطارد وتاني كوكب معنا من كوكب المجموعة الخارجية هو كوكب زحر وده مدة دورانه حوالين الشمس 29 سنة أرضية ونص وهم مميزه وجود حراجات حلزونية بتدور حوله وبتزهر باللون الاحمر والبالنفسيجي والازرق وبتتكوى من اجسام صخرية وجليدية وحجمه بيساوي 763 مرة من حجم الارض ثالث كوكب معنا بكواكب المجموعة الخارجية وكوكب اورانوس وده مدة دورنا حول الشمس بتعادل 82 سنة ارضية وهم ما يميزه انه بيزهر في الفضاء ككرة ملساء لونها اخضر بيعمل الى الزرق وبيجبه في تركيبه العام كده زي كوكب زحل وكوكب المشتر واخر كوكب معنا في كواكب المجموعة الخارجية وفي كواكب المجموعة الشمسية كلها وهو كوكب نيبتون ومدة دوران حول الشمس بتعادل 165 سنة ارضية واهم ما يميزه انه شغيل برودة بسهب بعده عن الشمس ويعتبر توأم لكوكب اورانوس ويسمى بالكوكب الازرق لانه يبدو كماسة زرقاء تشوع ضوءا خافتا في الكو وهنا ممكن نركز على حكتين اتنين عندك كوكب الزهرة يعتبر هو توأم الارض انما كوكب نيبتون هو توأم لأورانوس ونركز معنا كوكب نيبتون مسة زرقاء انما كوكب اورانوس كرة ملساء وكده ابحنا خلصنا الدرس التاني الجغرافية شكرا لكم كان معكم مستر محمد الشامي